اعقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد برئاسة معالية سيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وافق المجلس على توصيات لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن عدد من المواد من مشروع قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة المرافق للمرسوم 36 لسنة 2018 ويهدف مشروع القانون الى تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية الجديدة الموقعة في جينيفا والتي تم التصديق عليها من المملكة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2005 واصدار قانون وطني لحماية الاصناف النباتية الجديدة في المملكة ينظم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مرب النباتات ويدعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط اصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وانتاجية عالية وبعد ان استكمل اصحاب السعادة الاعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون قرر الموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد من 1 الى 18 فيما قرر المجلس استكمال مناقشة مواد المشروع بقانون في الجلسة المقبلة اليوم مجلس الشورى ناقش مشروع قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة القانون مهم لانه يتناول موضوع مهم حماية النباتات الجديدة ويدعو الى استنباط وتربية نباتات جديدة وتكاثرها حسب القانون الموجود وبتمرير هذا القانون دكون البحرين قد غفت بالتزامات تجاه الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف النباتية بحيث يكون عندك قانون جديد يحمي هذه النباتات ويشجع على الاستثمار في النباتات الجديدة وافق المجلس اليوم على مسألة ان احنا نقوم باحالة بناء على توجيهات رئيس المجلس وموافقته بان يتم احالة موضوع الامن القذائي الى اللجنة التشريعية والشؤون القانونية بعد ان تقدم بشكل مقترح ولكن اثرنا الان ان يكون في عندنا نظرة تحت اللجنة التشريعية والقانونية ليتم مناقشته طبعا احنا استلهمنا موضوع الاهتمام بالامن القذائي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كثير ما استلهم في خطاباته السامية في كل افتتاح لدور الانعقاد موضوع الامن القذائي ان شاء الله راح نعمل مع السلطة التنفيذية في تحقيق هذا الموضوع راح نستعين ايضا بالخبرات اللي هم موجودين في هذا المجال على اساس ان احنا فعلا نقدم امور تقود الى مسألة ان تكون عندنا استراتيجية وطنية لسنوات مقبلة في هذا الجانب